كان يا مكان كان القنف ذموك لا يحب الخروج من البيت وكان مكانه المفضل هو البيت فيغضي وقده بتحذير الطعام اللذيذ حتى وإن كان نفس الطعام الذي يحضره كل يوم وكان موك يقضي وقته في العسف على البيانو وكان موك يحب أن يرسم ويلون ويستخدم ألوان جميلة ورائعة كم أنا فنان فلقد كان موك يحب الجلوس في بيته ويستمتع به ولا يحب أن يخرج من البيت ففي بيته يشعر بالراحة والهدوء والأمان وكان يعرف أخبار المدينة من أصدقائه عندما يأتون لزيارته أو عبر الهاتف وفي يوم من الأيام كان موك مستمتعا بالاسترخاء على الأريكة في البيت عندما صباح الخير يا موك صباح الخير يا رك إننا في فصل الشتاء يا موك والثليج في كل مكان فما رأيك أن نلعب في الثليج ونخطو فوق الثليج الناعم لعمل آثار لأقدامنا في الثليج سيكون شيء رائع ما رأيك يا موكو؟ فكرة رائعة يا ركا ودخل موكو ليحضر حذائه ولكن خطرت بعض الأفكار لموكو فقال لنفسه أنا خائف فربما بينما نلعب في الثلج والجو بارد يصيبني الإنفلونزا وأمرض كثيرا فعاد موكو إلى صديقه ركا وقال له سمحني يا ركا ولكن لا 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 أستطيع فأنا تذكرت تذكرت أن لدي الكثير والكثير لأفعله فأنا مسغول مسغول جدا ربما غدا فقال ركا حسنا كما تشاء وفي اليوم التالي بينما كان موكو مستمتعا بالهدوء ويقرأ روايته المفضلة رن الهاتف مرحبا مرحبا موكو أنا سيكو هل سمعت الأخبار لقد تجمدت البحيرة هل تعرف ماذا يعني ذلك؟ معناه أن نذهب للتزلج على الجليل أوه هذا رائع فلقد كان موكو يحب التزلج عندما كان صغيرا ولكن خطرت بعض الأفكار لموكو فقال لنفسي أنا خائف فربما بينما أتزلج أسقط وأكثر كضمي لا 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 لن أذهب فقال موكو لسيكو إنها فكرة رائعة ولكن لقد تذكرت تذكرت أنني مشغول اليوم فربما غدا حسنا كما تحب وفي اليوم التالي بينما كان موكو يستمتع بغذائه الذي أعده بنفسه وجد موكو الرسالة على الباب ففتح موكو الرسالة وكان مكتوب عزيزي موكو أنت مدعو لحفلة الشتاء التي تنعقد كل عام في نفس الموعد وستتضمن الحفلة العديد من الأنشطة مثل التزلج على الجليل والرقص ومشروب الشوكولاتة الساخرة لا تتأخر فقال موكو هذا عظيم ولكن كالعادة جاءت بعض الأفكار لموكو فقال ولكن ماذا إذا ذهبت للغابة وتهت وضعت هناك ولم أعرف العودة للمنزل وماذا إذا كانت الموسيقى في الحفلة عالية جدا ومزعجة جدا فأنا لا أحب هذا النوع من الموسيقى وماذا عن الرقص فأنا لم أرقص منذ مدة ماذا إذا كان رقصي سيئا ما يضحك الجميع وماذا إذا كان مشروب الشوكولاتة الساخنة كان ساخنا جدا وحرق فامي لا بد أن أقول نفس الشيء سأرسل رسالة وأقول أنني مشغول كالعادة وعندما ذهب موكو لينام لم يستطيع النوم لأنه كان يفكر في الحفلة مؤكدا سيكون أصدقائي سيكو وركة هناك وسيستمتعون بالحفلة إذا كان أصدقائي يستطيعون الاستمتاع دون مخوف ودون أفكار فربما ربما علي أن أذهب مثلهم فما سيحدث لهم سيحدث لي آه كما أن وجود أصدقائي هناك معناه أن إذا حدث شيء سيء لي سيساعدونني بكل تأكيد سأذهب سأذهب وقام موكو وارتدى ملابسه ونظر لنفسه في المرآة وقال إذا خطرت ببالي أي فكرة سيئة علي أن لا أفكر فيها حسنا يا موكو سأذهب إلى الحفلة وسأستمتع وعندما خرج أخيراً موكو استمتع جداً بالثليج وهو يخطو فوق السلج الناعم ويترك آثار لقدمه أوهوهو إنه سعور رائع بالفعل وانش 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 وبينما كان يسير موكو سمع الموسيقى فعرف مكان الحفلة وعندما وصل موكو لمكان الحفل وجد زحام شديد فالجميع هناك يرقصون ويستمتعون فوقف موكو خلف الشجرة وجاءته فكرة من أفكاره ومخاوفه آه حسناً ما قد خرقت من البيت وأتيت إلى الحفلة يمكنني أن أعود الآن إلى البيت إلا أن موكو أغمض عينيه ليبعد المخاوف والأفكار عنه وكان مستمتع بالموسيقى وبدأ يتخيل نفسه وهو يرقص ووجد أنه يستطيع أن يرقص جيداً في خياله فبدأ يحرك جسده مع الموسيقى وكان موكو يرقص ويرقص وبدأ يستمتع بالرقص ونسي مخاوفه أو أو تشا 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 أو أو تشا تشا أو أو تشا تشا أو أو تشا تشا وفرح سيكو وركا عندما رأى موكو وجلسوا جميعهم لشرب الشوكولاتة ساخنة وكانت ليست ساخنة جداً كما يعتقد موكو وكان هناك شيء آخر يريد أن يفعله موكو التزلج على الجليد فوجد موكو أنه لا زال يتذكر التزلج على الجليد وأنه ليس صعب مثل ما كان يعتقد وعندما كان يسقط موكو كان الشوك على ظهره يحميه عند السقوط وستمتع موكو بالتزلج كثيراً وووو موو موهو وي 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 وعندما جاء وقت العودة إلى البيت قال سيكو وركا لقد حان عودتك إلى مكانك المفضل يا موكو البيت وضحك سيكو وروكا إلا أن موكو قال بل أنا مستعد للخروج معكما غدا أين سنذهب فلقد تغير موكو كثيرا وأصبح لا يحب الجلوس في البيت وبذلك يا أصدقاء نتعلم أنه أحيانا تكون لدينا أفكار ومخاوف إلا أننا نستطيع أن نوقف هذه المخاوف كما فعل موكو فبينما كان يخاف موكو من الخروج في الشتاء حتى لا يمرض افتدى ملابس مناسبة وخرج ولم يمرض وعندما خاف موكو من الموسيقى أن تكون عالية وصاخبة وجد الموسيقى ممتعة وعندما خاف موكو من أن يتوها في الغابة سمع الموسيقى وقادته إلى مكان الحفل وعندما خاف موكو من الرقص وجد أن الجميع يرقصون ويستمتعون ولا ينظرون من رقصه جيد ومن رقصه سيء وعندما خاف من مشروب الشوكولاتة الساخنة وجدها ليست ساخنة جدا ولم تحرق فمه وعندما خاف من التزلج على الجليد تذكر أنه قنفز وأن أشواكه تحميه عند السقوط فأحيانا يا أصدقاء تكون الأشياء أبسط وأسهل مما نعتقد ترجمة نانسي قنفز